استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة المنصق الأممي لمبادرة البحر الأسود للحبوب عبدالله داشتي ووجه أبو الغيت الشكر إلى المنصق الأممي على جهوده وفريقه لتنفيذ المبادرة ميدانيا بالرغم من الظروف السائدة والتعقيدات الأمنية والسياسية مشيرا إلى أهمية استمرارها لتعزيز استقرار سوق الغداء العالمية والتي تشهد ارتفاعات مقلقة لأسعار المواد الأساسية واستمع الأمين العام إلى شرح المفصل الذي قدمه داشتي حول آلية عمل المبادرة وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع طرفي النزاع هذه المبادرة أيضا مثل من تعرفين لها دور كبير في تأمين واستقرار الأمن الغداء العالمي وإحنا ما شاء الله إلى هذا اليوم أنا أكلمكم قدرنا أن نصدر أكثر من ثلاثين مليون طن وأيضا أهمية هذه المبادرة مثل ما السيد الأمين عامل سيد بيتيريش وأيضا مساعدة سيد مارتيني غرفث أعلنوا كثير من المناسبات لأهمية تأمين الممرات البحرية لتصدير الحقوب وأيضا الأسمدة وأمونية في هذه المبادرة